أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على قوة علاقات الأخوة والتقدير التي تجمع بين الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني مشددا على ضرورة البناء على هذه العلاقات جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالة التعاون الثنائي وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين وأكد مدبولي على الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين لافتا إلى ما تشهده العلاقات بين البرلمان المصري ومجلس النواب الأردني من تعاون وثيق وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق في إطار آليات التعاون الثلاثي مشددا على ضرورة مواصلة الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي إلى مشروعات فعلية على الأرض ترجمة نوني قنقر ترجمة نوني قنقر ترجمة نوني قنقر